اشتركوا في القناة لتطوير كافة اسلحة ووحدات قوة دفاع البحرين وذلك بحضور اسمه الشيخ محمد بن نبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء ومعالي الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة وزير الديوان الملكي مشهدا جلالته بكل الجهود التي تقوم بها قوة دفاع البحرين حفاظا على المكتسبات الوطنية والحضارية ومسيرته التنموية والدفاع عن الوطن وأمن مواطنية مضيفا جلالته وأيده الله بأن رجال قوة الدفاع البحرين البواسل يستحقون منا كل الدعم والمؤازرة كما تم خلال اللقاء بحث عدد من المواضيع ذات الشأن المحلي التي تهدف إلى خدمة مسيرة العمل الوطني وتسهم في دفع عجلة التنمية التي تشهدها البحرين على كافة الأصعدة منوها جلالته حفظه الله بما تحقق للبحرين من إنجازات في مختلف القطاعات التنموية مؤكدا حفظه الله هامية الاستمرار في توظيف كافة الإمكانات والموارد لتلبية طلعات المواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات عبر مختلف مؤسسات الدولة كما أعرب جلالة الملك المفدى عن شكره وتقديره للجهود الطيبة التي يبذلها صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر وصاحب السمو الملكي ودي العهد نائب القائد العلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ودعمهما المستمر لتطوير العمل الحكومي بهدف تحقيق المزيد من المكاسب الوطنية والتأكيد على مواصلة الجهود لتعزيز مكانة البحرين التنافسية وتطوير مختلف القطاعات الحيوية ومضاعفة مردودها على نمو الاقتصاد البحريني وفق مبادئ التنافسية والاستدامة والعدالة لرؤية البحرين الاقتصادية 2030 مشيرا أو مشيدا جلالته بعطاء المواطن البحريني وحرصه الدؤوب لتعزيز موقع المملكة الريادية ومكانتها المرموقة بين الدول